قضت السلطات الليبية بالإعدام على ساحر تونسي الأصل اعترف بارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان هذا الشخص تسبب في تفريق أكثر من مئة زوج وزوجة وأدى إلى إصابة عشرات الأشخاص بأمراض خطيرة مثل السرطان إضافة إلى تدمير عائلات وأرزاق شهدت ليبيا مؤخرا انتشارا مقلقا للسحر الأسود ما دفعها إلى تشكيل وحدة أمنية خاصة تدوم الشرطة أئمة وسحرة تائبين لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة الساحر المعني نفذ تقوسا شيطانية مروعة من أجل المال ولم يتردد في إيذاء أقرب الناس إليه بما في ذلك شقيقه الغريب في الأمر هو برودة أعصابه خلال التحقيقات وغياب أي شهور بالندم فهل كان الحكم بالإعدام عليه عادلا وهل السخر الأسود قادر فعلا على إحداث كل هذا الدمار شاركونا آراءكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر